بسم الله الرحمن الرحيم نكمل كده نعتبر حتى لا نسعاطف خلصنا أمر هنخش على أمر دروم وهو أمر الريكتانجل الريكتانجل هو كل حاجة مربعة هنخش في أمر الريكتانجل مستطيل أو ممكن معين متوازق مستطيل مربع كل الحاجات سيبقى في أمر الريكتانجل طبعا الريكتانجل ولو ادنا له الريكتانجل وكده هندوره طيب عشان نحصل على الأمر ثلاثة فوق القائم ومستطيل والريبون معين هذا الريكتانجل هذا الريكتانجل أول ريكتانجل هو نكتب ريك ريكتانجل ريكتانجل كوي أو كده أو كده أو كده نحصل الآخر الآخر المجدد الآخر التي تماكن أنت فلا إما تدي له إحداثيات لإما لو عندي لين وعايز أرسم من المنتصف ومثلا يديني هو عند المنتصف أو عند الأطراف يقولك هي النقطة التي ترسمها عند الـ End Points أو الـ Meet Points حسنا أرسم كيف ترسم بالموز؟ لقض نقطة أول ما لقضت النقطة عايز الـ Corner الثاني لا يقولك كيف يديني الـ Corner Point طول ما أنت الموز في إيدك كده فأنت قادر تدخل النقطة الثانية في أي نقطة فأنا أريد هنا في أي حتى أريد هنا تزون تطوير تمام الكلام؟ حسنا أضغط النقطة الثانية كده أنا أستطيع الـ R بمجرد ما تلقط النقطة الثانية خلاص مستطولة رسم وخرج من الأمر طيب هندخله بقى بالإحداثية عشان ندخل بالطرق كله هدخل هنا مثلا أختار rectangle من هنا ومرضي وهو أبقيل له هي صفر وصفر صفر وصفر صفر وصفر بدأ دي من نقطة صفر وصفر صفر وصفر ايوه 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 اتشد كده اه بدأ من نقطة صفر وصفر طب عايز الاسم في الربع ده وقت ايوه هتبقى انت محتاج بقى دخل اللي هو الصفر وصفر 90 وصفر 70 لا 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 هتمشي كده على اكس بس بالسالب وهتنزل كده فرواي بس بالقاء ايوه 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 النقطة اللي انا مسكها دي احداثياتها الحالية سالب 41 سالب وسالب دب وتسعة من عشر ودي سالب 32 وده مجب ايوه ايوه هنا مجب مجب ايوه سالب موجب سالب 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 موجب الاسم هنا عايز ارسم مثلا مستطيل ابعاده خدت سالب 50 سالب 50 ايوه سالب سالب اللي هي ناقصة جماعا لمقولة الكيبورد 50 ويقومة سالب 50 يا ترى لو انا حتى اخذ بالك واقف هنا بالماوس خلاص هو بيقل هو بيقل هو بيقل احداثيات هنا تتقلب على الماوس لا شاء الله تمام فدي طريقة الرسمة باستخدام الاحداثيات تمام افرض بقى نحي سالسي مستطيل من النقطة دي او من النقطة دي لحد النقطة دي تبديل الكورنرز بتوعي بدايجنا اللي بتاع الكتر بتاعهم مجلش من هنا كده نجيب المرة دي من اين ندروه لانه حاجة نشيئة من جميع ريكتانجل في اين اهول ماشي هالبط هنا شوف هنا وش الهناء ورح لحن بس ايه تر ريكتانجل طيب لحد دلوقت انا مدخلش جوه الوبشنات بتاع ترريكتانجل انا برسيما نكستو كورنر او الازر كورنر بديل طيب عايز استرع عمر اكتمل ده انا كنت بسه رسم بس انا عملت بان ده اه بس انا عملت بان اه لو طلعت بالاسم هيجيب لك بان اخر حاجة لا اجاب لك ريكتانجل حلو او اجاب انت فكمل ده طيب يقول لك الدين من فرستو كور كذا او كذا او كذا او كذا طيب ايه الحاجات دي ايه تقولنا دي الابشينات اللي بتقدر تكسطميز بها الامر اللي انت بتعمله بتعمله بترسمه في حاجة اسمها تشامفر في اليفيجن في في فيلت في ثيكنس في ويدث اليفيجن وثيكنس دجمة في ثري دي هاتبين سمت ومتانة او زماكة ايه ايه فمش هنخطهم دلوقت يبقى احنا هنركز عليهم دلوقت اللي تشامفر والفلت والويدث تمام اللي تشامفر ده بيعمل ايه بيقطع يشطف اللي تشامفر ده عمدين احنا في متانيكا معناه ايه الشطف بشطف احنا في زيادة اركان من القطعة او من الشكل هيشطف لك هيشطف لك طاحتة من هنا وحطة من هنا وهيعملها لك في جميعها الهركن بهذا فلت يعمل لك كيرف عشان انها او الكورنة ميتباش شارب ميتباش حاد ميتباش حاد انا ممكن اعمله ايه فلت اديله ريدياس و اديله الكيرف ده عايزه بردياس كذا يعني ذلك في جميع الهركن طيب الويدث الويدث ده هيعمل لك المستطيل ويعمل لك تخانج الخط يعمل لك تخانج الخط في التو دي طبعا طيب نجر لإما اضغط سي انت شامفر لإما التك عليك شوف كده بوتن شوف يتحول لالي اضغطت عليك قال لك اه انت عايز تعمل مستطيل مشتوف طبع هيسألك عن ايه بقى هيسألك عن البعدة المنت هتشتوف المتحدث المسافة المقطوعة الأولى والمسافة المقطوعة الثانية طب انت عايز تجطع كم وكام يجب ان تشتوف مثلا بـ 10 أو 10 أقطع من هنا 10 أو 10 أو 10 من ما عايزين و 10 هدده بالموس مبقى عايزني تحدده بالموس حددت لو تغط له كده لانت اعتبر الطول الي انا دخلته ده الشاطفة الاولانية طب الشاطفة التانية Second Distance كده او اكبر شوية براحتي طيب كده انت دخنت له الشاطفتين اللي من رأسي والأفق لسه انت مرسمتش يقول لك يلا ديني بقى الفرستو كورمر وانت ضغط كده همعلك الديني بقى بص بقى كده ها اتمنى اعتبر اني ما تدخفته الاولاني ده اللي مشتوف القطع من هان ربما تلفي بالمشتوف هنا القفقي الكبير وهما هنا القفقي هنا قفقي فهمت الديني احنا في الغالب محطة في ميكانيقكة بمشتوف الاتنين ببعض بحتي بزاوية 5 واربين المشتوف كيف تعمل بكتانجل نعمل تاني بكتانجل انت عايز ترسل بشكل مشتوف او هقول له كم و كم بقى انت هتدخل عشرة و عشرة انتر لسا مش هرسل عايز الشففة التاني نعمل تاني بقى انت الرسل بعد اذنك شوف بقى كده انت ناصل كده و التميدي ماشي؟ ده لقد تبهى رسد وتضع و ده لاصل انتبه انا مش مصدق هدع بعدي يا باشي اتضاي منشا خش يا باشي هاجب ده ولا ده اجب؟ لا مش المية هاجب الوقوق سألك عن ده سألك عن ده سألك عن ده ده كعشب ده كعشب ده كعشب يبقى هو في التشامفر ما بيسألنش عن المايل ده بيسألنش على ده لا بيسألك أقطع من هنا كام وقطع من هنا كام ويوم أقطع موصل لهم ها تمام ده التشامفر التشامفر ده جميل وبيعمل لك العقيم كلها مع بعض بس في حاجة ممكن الشكل اللي موجود اصلا ده تشامفر اي 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 امر مستخل هايجي معانا هايجي معانا بشوق مشكلته بحاجة ان ده تشامفر ده واخول فيلد اللي اتنين اما بيتدخلهم الاوتوكات بيتانوا محتفظ بالقيم ده حد ما بتتصفر يعني افرد انا فضلت شغال وهم تقعد ترسم شوية وعملوا كلام ده و بعدين حبيت ان ارسم ركتانجل فانا برسم انا متوقع انه هيطلع ايه عادي وركتانجل زي ما انا عاملين اللي اتعلم اقال لك ايه 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 اعمل انا مش عايز كده اقال لك ما انت قيم اللي تدخلتها في تشامفر لازم تصفر وكذلك الايه زيه الظبط هو اللي تصفر فعشان اصفره لازم ادخل في تشامفر وهم اقال له تشامفر بعد اذنك لا تصفر ليه صفر صفر بس كاف بس كان يبقى كاف من الاسموث ايوه بس اسموث طيب خش البنت هيسألك عن ايه الطبيعي الريديوس الريديوس بتاع الداير اللي هي تباينه عشرة من الارك عايزوا بكام عايزوا بعشرة انا مش مشكلة يلاس وخلاص بيحتاج كمار لان هو طبعا طبعا انا مش مصدق عايزوا بعشرة بعض الشخص بتاع تتضيع اللوة الانجل اكثر الانجل هذا هو زاوي حيث الريديوس اوه جاهد عنه ايجبلك الريديوس كان كده الريديوس كان عشرة طيب ممكن تعمل ريكتانجل بتشامفر انا همديك مفاجأة للوقت سنعمل ريكتانجل دلوقتي بتشامفر احنا كلما سفرنا لتشامفر صحيح لدي هنا مصفر تصفر 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 الفلت أنا ليس مصفر وأرسم مثل تشمف أرسم ريكتانجل ريكتانجل من غير مصفر هيتعمل مثل ما هو تمام؟ ضيق أخذ كده في التشمفر كنا سفرناه أخذ بقى في كده سيأخذ قيمة الفلت لأنهم أخوات فقال لك عندما تصفر بدلا أن تصفر التشمفر على خطوطين أنك تصفر حتة ناط لا، صفر الفلت وأخطو أحد الحاجات بكلها وأنت شغال بتفرق يوزر عن التاني في واحد ممكن يضيع الثانية دي بتفرق معاك فأخذ بدك يبنى عندما تصفر أصفر في التشمفر على طول أنا طبعا أشبت تصفر أنا كده جوة تشمفر لقيته أخذ الكيمة بتاعة الريديس بتاعة الفلت متدله صفر إمتر وكمان صفر إمتر لازم ترش في الجنة طب كده الفلت تصفر ولا لا؟ تصفر لأن هما الاتنين إخوات تمام الكلام؟ طيب إيه الويتسي بقى؟ متاني السمك؟ متاني؟ المتاع السمك بتاع الخط في التو دي هادخل في ويتس الويتسي كان مصفر اوه لا أنا أرمتم يتبيروا مصر أنا أعملولي الخامسة معا سبعة بإذنك أهوه ده شكله، هيبقى تقمى؟ تمام؟ لسه فاضلوا 3 أشياءات معانا معانا؟ عشان اتبخلصوا دلوقتي انا رايح ارسم rectangle هنجيبه من هنا المرادة أو REC أو REC امت تمام قال لك سابسك or كذا وكذا وكذا خب بالك ان لو رسمت دلوقتي rectangle هيرسمه ازاي؟ هيرسمه بالتخن بالتخن لانا مصفرتش الوث اهو يا جماعة طب انا مش عايز كده هنعطتك كنتر عشان اصدر rectangle 2 اريز اصفره اصفر يلا فوش هتدوله صفر تمام؟ كده ارسم عانا طيب يلا نرسم rectangle اريز ارسمه بفلد ماشي 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 اريز ارسمه بفلد ايه؟ 10 20 20 حلو اه طيب ماشي طيب اول ما هديله الفلسطورنر شب ايه اللي هيحصل؟ بص هيدا اعمل لندي بقى لا انا عايز اختمسه على طمان ضلائل سبي سبي سبسفاي اثر كورنر ونحن عارفينه ايه الجديد اللي اقوب شعنات تانيه غير وفلد 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 أول ما طلعت أول نقطة جالك ثلاثة وبشنات تانية فريا وضيمنشا وزيمنشا وورتيشن دون ما اتطلعوا انت تاني لما لعدت أول القرنة كل البشنات موجودة في الريكتانجل ولكن تكون قطار قبل ان تقوم بالكومة سنكمل جميعا الآن الثلاثة وبشنات ظهروا بعد اول وقت ما هي الريا وما هي الريكتانجل وما هي الريكتانجل قلت لك تدسم الريكتانجل بمعلومات المساحة أو بمعلومات أبعاده أو بمعلومات زاوية ثم تدخل الريكتانجل لأخذ بالك لحد كل المستطيلات اللي انا سأسمها لها عدلة كلها الوفق هذا موازي اكس والرأسي هذا موازي من موازي روحة بفرد انا اريد ادور المستطيل من البداية فأخذ بالك في امر المستطيل بذات اسمه روتيت وهذا الخلق ده لسه هنأخذ وفلت لسه هنأخذ وكتشامكر لسه هنأخذ المستطيل بذات انا اريد ارسمه اصلا مال طيب الاول نأخذ الريكتانجل بمعلومات المساحة طيب نخش في الريكتانجل يقول لك انت عايز الريكتانجل هتبقى كامل هو ضبط نفسه على 100 انت عايز يبقى كامل الريكتانجل خلقها 80 خلقها 200 200 ماشي 200 ماشي 200 ماشي 200 رسم ولا لسه لسه مرسمش عينك على هذا عشان تبقى تبقى كامل الريكتانجل خلقها 200 ممكن تتفسر 50 ممكن تتفسر 20 ممكن تتفسر ممكن تتفسر اي حاجة فانت عايز احسنها لك ازاي بمعلومات اللينز وانا خامن الويتس او بمعلومات اللينز ولا بمعلومات الويتس لا يعمل معلومات اللينز خد بالك لو ضغط انتر على طول خلاص خد اللينز اه الديفولت اللي هو بين الخصين اللي هم عاملين اللي ايه دلوقتي احنا رسمنا معلومات الويتس لو انت عندك اريا والطول هو يوم رسم لك العرض رسم لك العرض على طول انا اللينز هوت درج تنجل عادي اه درج تنجل عادي درج نرى المساحة انتهت هل انت كاتب الاريا او هجيبها لك تاني بس انا عاملها تاني بسرعة ريكتنجل اول ما هلقط قال لك الايه الاريا الاريا المنشن الروتاشن احنا كنا امفلتين ويمحتفظ بالنفليس الاريا او انتها يتبقي ما انا ساعاطف قال لك ايه اخش في قرية و ادي له متى عجبك المتين او نغيرها لو عجباني اتك كأنتر الديفولت اللي هو من بقين السمكة ده الديفولت لو ضغطت انتر هيعتبر ان هذا الكامير اللي انت عاوزت طب عايز اغيارها يبدخل الكامير عجبك المتين اضغط انتر هقول لك اعتمد على اللينس او الويتس انا عايزي اللينس اضغط انتر مش لازم اضغط هنا اضغط انتر على طول طيب اللينس بتاع المتين ده عايز يبكام اي حاجة خمستاشر اترسم ولا لا يظهر ابيو اترسم الوحد من غير ما عامل اي حاجة اترسم الوحد وخبالك عندنا اديت العطة من اطر الاولانية وهو امرسم هذا طب هو عمل ايه انت اضغط له المساحة متين وقلت له ان اللينس الطول بتاعك خمستاشر ام اسم المساحة على اللينس عرف الويتس ام ايه ام اسملك المستطيل بتاعك اللينس والويتس بتاعه ماشي الكلام ام اسم الويتس في تقسيم الاراض ام اخبالك الفلت لا تعملش لانه صغير جدا لا تعملش الفلت بتاعه لانه ممكن ان نكابه ام اسم التاني ريكتانج انا نريد ان اصفر اه لا ايه انه تصفر انا اصفر ايه او ايه او مفسد ايه او الويتس طيب نعمله ثاني نكتب اريد اول ايه اغيير عمل الفلت ولكن التقريب لم يظهر عشان كان صغير نحن نقش فيه عشان من وحش الدمجن نقش نقش في الفلت ونزفره كده التشامفر خرش تزفر طيب الويتس بكام بصفر بلدو زي الفل القطنطر او 100 الاريان عايزها 500 اعتمد على الويتس او الويتس اعتمد على الويتس الويتس بكام 13 او 20 اترسل الخيار الثاني القطنطر الاوانية اظهر لي الويتس طبعا الويتس نحن نستطيع المشروح ديمينشنز قد سنبقى معلمات الديمينشن هنا ستبديله الويتس و الويتس و الويتس هنا الاثنين بقى بتتدوم الويتس يا عام عايزه اتقاب 25 عجباك اه ماشي 20 عجباك اه بس خبالك انت ديتله ايه انه كنت لقطت النقطة هنا انا لحد الوقت لسه ما ضغطش ال اه اكليك في نرس في الاربع دي هو بيروح معاك انت ديتله ايه الويتس انت ديته انت ديته انت ديته هنا يرسمها لك في الربع دي انا عايز انهي الربع بقى من هو مش عارف امتنائلله هنا خلاص ترسل ماشي الكلام اخر option هلقط هيقول لك الروتيشن هنا بقى هيرسم لك مستطيل ماجر بزاوية هتضيله الروتيشن ايه كده انت ممكن ترسم تضيله على طول الزاوية بتاعتك تكتبها له هنا او تعمله بيك بوينتز طيب نتضيله ايه؟ مثلا على زاوية 30 يرحمك الله وهو رسل كده خليك الوفوك بتاعه على زاوية كام 30 يلا تضيله بقى كده هكي انه عاجلك المحاول بتاعتك غيرها لك على زاوية 30$ انت بقى ارسم المستطيل بقى ماشي الكلام ايه بيك بوينتز ديت؟ هفرد مثلا هعمل الامر هوتيد ده لسه هناخده بعدين ار او قمت محدد الوبشيك ده قمت مدوره ايه؟ بأي زاوية او تاني قمت محدد ده قمت محدد ده قمت مدير قمت محدد ده قمت محدد ده قمت محدد ده انا عارف الزاوية ده كام ما عارفش عايز ارسم بقى انا ريكتانجل يكون موازي لدوة وانا ما عارفش الزاوية مش لسه هروح ايه بقى الوتوكات لا مدك حاجات جميلة انا اتكيت على هاد شبه اللاعب بقى الحاجات ده شبه ده انا اتكيت انا عايز ارسم بقى هبقى تنوط الاولى من هنا مستطيل موازي لده طب ده مخزن الروتيشن انجل كان بكام مكلاب ايه؟ لا انا عايزه موازي لده طب انا لسه هروح اقعد اقاس دوت وبعد كده اقول له لا الرفري ده بزاوية هقول له الروتيشن ايه بقى بيك بوينت بيك بوينت ده اديني النقطتين على الخط اللي انا عايزه يوازين ماشي؟ اهو بيك بوينت فين يعمل الفيرست بوينت اهيد اي نقطة علي اي نقطة او هنا او هنا او هنا اي حال كده ارسل لك ال ايه خلالك الوفك بتاعه موازي للبوينت اللي انت عبدوه من بيك بيك بوينت ومدول اهو كده ارسل بقى ماشي الكلام طبعا الحاجات ده انا نستخدمهاش كتير يعني لان انا عندي امر بطيت مستقلة بذاته وعندي امر او تشمفر وامر فلت وامر فلت وامر دي كلها عند مستقلة بذاته بس امر تشمفر لما تيجي مستقلة بذاته ويعملك الركن ده بس لو عاست نعمل اربع عرقان تعمل بداية ارسم الله ينقر عليها هنوفل حد هنا عشان عاصم ونكمل ان شاء الله وعرف ان نسجل فيليو كمان من الله اشتركوا في القناة